تبقى أنك بتزاكر كويس عشان شخصية الصعيدي كمان اتعاملت كتير ودلوقتي بقنا بنحب كل اللي بيضيف ليها بأبعاد جديدة بيضيف عمق لأنه الصعيدة ورده يعني جزء أصيل في مصر فأنت روحت يعني درست إيه في جديد أولا ما لمحك المصرية مساعدك في الأول يعني مساعدك جدا في الدور ده هو يعني كان الأول شخصية زي دي صعيدي ما روحش لمنطقة أنه هو يبقى صوت وجهوري وحاجات لا لأنه هو طالع حنين ورومانسي وبيحب كان لازم اختار بصمة صوت حنينة مثلا غير لما بعمل في شارلي واحد حازم وقرار ماينفعش يديك مساحة للمناقشة بيدي الأوردر خلاص لما هنا علاء طيب فلازم وانت بتسمعت كوي مرتاحة ومصدقة فكان من ضمن الحاجات اللي ذكرتها بصمة الصوت والماشية وعنين لطول الوقت لازم ما تشوفي تعرفي غلبان الآنين اللي هي تايها يعني غلبانة كده أه الحقيقة ويمكن كل سنين كتير بتكتب شخصية صعيدي بالمشاعر العزبة دي صحيح يعني اسمحيلي أتذكر طبعا عارفة هتقول إيه والله آه والله يعني والله يعرف يعني اللي رحمة أنا بحبه جدا وشخصية رفيع بيه في ضوء الشارد دي آخر شخصية صعيدي اتكتب لها مشاهد رومانسي وشوفنا صعيدي جواه مبين القوة ومبين الرومانسية صح الحزم واللين والشدة والجمال وتقبلي منه كل حاجة صحيح فأنا كنت سعيد نتنكتش علي يا خوري خلينا نخلص أنا كنت سعيد جدا بأن أنا جاي لشخصية زي دي وبعملها ويا رب أكون يعني لوكيشن بقى أخباره إيه يعني أولا ثلاث أخوات أو أخين لأن في واحد غادرنا بدري نيلي كريم نيلي كريم كتت حزمة أمكو كتت صعبة جدا طبعا أختك كتت لطيفة الدكتورة يعني الكواليس كلمني عن الكواليس كنت عاملة إزاي صناعة العمل ده مكادش سهل عموما يعني لا ولكن هو أستاذ مندو العادل المخرج بصراحة اشتغل بأصول الصناعة بمعنى إيه؟ بمعنى أن احنا عملنا حوالي شهر وأكتر بروفات ترابيزة قبل التصوير وده مهم قوي وده حضرتك أو المشاهد يشوفوا في العمل أن في كيميا والممثلين دايبين مع بعض وقريبين من بعض احنا كل يوم بنتقابل كل يوم بنعرف بصمة صوت بعض طبعا بنجود لبعض هما يعني إخوة بقى وهيشوف في بيت واحد ومشاهد كتير جماعي وبنعرف مين هيعلى هنا فأنا هرد بإيه يعني بنباصل بعض التمثيل هاتو خود زي الكورة صح فإحنا كلنا صدقنا أن التمثيل عمل جماعي وكلنا اشتغلنا على أن كل واحد هيقدم أحسن حاجة عنده فده كان مريح أو في لوكيشن وكلنا كان لوكيشن هادي كله مركز في التمثيل بنساهد بعض الحقيقة كان لو أنا هفتكر في الزكرات بتاعتي أستاذ جمال حمدين كان أخبره إيه معاكم جمال سليمان سليمان أستاذ جمال سليمان لا هو ممثل عظيم طاقة فنية هيلة بتاع مسرح طبعا فكان فيه ألفة يعني كنت أحبه صح مصقف جدا وكانت السمة الغالبة على الكل أن الكل بيساعد الكل والكل حريص على الكل ترجمة نانسي قنقر